أبو ليث يقول عندي أصدقاء وأقارب يسألوني أحيانا عن أشياء كثيرة يعني تتعلق بالدين في أمر السنة والعبادات يقول أجيبهم لكن زوجتي اعترضت عليه و قالت لي لا لا تفتي هذا خطر عليك يعني يقول ما العمل في مثل هذا الحال أخي أبو ليث بارك الله فيك بالنسبة للإنسان حول المسائل الشرعية من حيث تبليغها على قسمين القسم الأول شخص ينقل كلام أهل العلم وهذا مشروع ولله الحمد يعني أنت مثلا لم تدرس مثلا علم الشريعة أو الفقه مثلا و ليس عندك الأهلية التي تجعلك مفتي أو مثلا مجتهد و ما عندك الأدوات التي تستطيع من خلال استعمالها للوصول إلى الحكم الشرعي فلك أن تنقل الحكم الشرعي تقول الله أنا سمعت الشيخ فلان يقول بأن هذا حلال سمعت الشيخ فلان يقول بأن هذا حرام سمعت الشيخ فلان يقول هذه سنة و هذه بدعة ما في بأس هذا نقل للعلم و لذلك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بلغوا عني ولو آية فكما أنك تبلغ آيات القرآن تبلغ أيضا الأحاديث تبلغ الأحكام الشرعية و تنسبها إلى أصحابي ما تنسبها إلى نفسك ما تنسبها إلى نفسك وهذا حقيقة مطلوب من كل مسلم أنه يخبر الناس بما استفاد والمؤمنون والمؤمنات وبعضهم أولياء بعض يؤمرون بالمعروف وينهون عن المنكر فأنت الآن إذا جاءك شخص وقال لك يا أبو ليث الآن صلاة الظهر في قبلها سنة راتبة أنت تعلم هذا أنك سمعت وعلمت ما يعقل أن تقول والله اصبر شوي خلنا نسأل أو روح أنت أسأل لا 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 تقول نعم سنة راتبة وفيها الحديث الفلاني تبلغ يقول لك واحد والله طيب مثلا الوتر متى أصلي تخبره هذا ما لا علاقة بقضية هذا حلاله وهذا حرام مثلا تنشئ من عندك الأمر الثاني لا عرضت عليك مسألة وأنت ما تدري لا سمعت فيها من عالم ولا عندك دليل فيها لا تتوقف تقول أصبر حتى نسأل أهل العلم ولذلك على كل إنسان اللهم بارك يعني أنا يخبرني كثير من الناس أن ما شاء الله أمهاتهم أمهاتهم اللي يتابعونا في هذا البرنامج يعلمون أهل البيت يقول سمعنا الشيخ يقول كذا سمعنا فلان يقول كذا والحمد لله يقول واحد يقول بيتنا والله الحمد الآن انتشرت فيه السنة انتشار عجيب يقول ما كنا نصلي سنن الراتبة قبل الصلوات وبعد الصلوات يقول تعلمنا يقول والوالدة البركة هي اللي علمتنا قالت أنا سمعت الشيخ وقال كذا هذا خير هذا خير أما مسألة تعرض عليك وانت أصلا ما عندك علم فيها لا يقول سامحوني أما أسألكم ولا أنتم تسألون بارك الله فيك